أهلا بكم أحباء الأطفال اليوم درسي في الرياضيات الأعداد من الواحد وستون إلى العدد سبعون لقد أخذنا في المرة السابقة الأعداد من صفر إلى ستون واليوم سوف نأخذ ماذا يأتي بعد العدد ستون وصولا إلى العدد سبعون هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنبدأ ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد ستون ستون بعد العدد ستون يأتي العدد واحد وستون نلاحظ أن الأحد أصبحت بدلا من الصفر واحد وهو الصفر العدد الذي يأتي بعده العدد واحد فيصبح العدد واحد وستون نلاحظ أن الأحد كتب فيها بدل الصفر العدد واحد وأصبح العدد واحد وستون والعشرات بقيت كما هي إذن نوزع الواحد وستون أحد وعشرات الواحد هو في منزلة الأحد والستة في منزلة العشرات ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد واحد وستون العدد اثنان وستون نلاحظ أن الواحد أصبحت اثنان ماذا يأتي بعد الواحد اثنان إذن العدد واحد وستون بعده اثنان وستون ولاحظوا أن الأحد كتب فيها بدل العدد واحد العدد اثنان لأن بعد الواحد يأتي العدد اثنان والعشرات بقيت كما هي فأصبح العدد اثنان وستون الاثنان سوف تذهب الى الاحد والستة سوف تذهب الى العشرات ولاحظ ان الاحات كتب فيها بدل عدد اثنان العدد ثلاثة والعشرات بقيت كما هي اذا الاثنان وستون اصبح الثلاثة وستون الثلاثة سوف تذهب الى منزل الاحات والستة سوف تذهب الى منزل العشرات ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد ثلاثة وستون ثلاثة في منزلة الاحات سوف تصبح اربعة بعد الثلاثة يأتي العدد اربعة اذا ثلاثة وستون اربعة وستون واحد أن الأحاد كتب فيها بدل العدد ثلاثة بدل من نكتب ثلاثة العدد ثلاثة أصبح العدد أربعة إذن العدد أصبح أربعة وستون الأربعة سوف تذهب إلى منزل الأحاد والستة إلى منزل العشرات وهي قد بقيت كما هي ستة في العشرات ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد أربعة وستون يأتي بعد الأربعة العدد خمسة إذن أربعة وستون خمسة وستون ولاحظوا أن الأحاد كتب فيها بدل العدد أربعة أصبح العدد خمسة والعشرات بقيت كما هي الخمسة ستذهب إلى منزل الأحاد والستة إلى منزل العشرات تصبح العدد خمسة وستون ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد خمسة وستون ماذا يأتي بعد الخمسة؟ العدد ستة إذن خمسة وستون ستة وستون العدد الذي يأتي بعد الخمسة وستون العدد ستة وستون نلاحظ أن الأحاد كتب فيها بدلاً من الخمسة أصبحت ستة والعشرات بقيت كما هي الستة الأولى سوف تذهب إلى منزل الأحاد والستة الثانية إلى منزل العشرات يصبح العدد ستة وستون ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد ستة وستون ماذا يأتي بعد الستة؟ العدد سبعة إذن ستة وستون سبعة وستون يأتي بعد العدد ستة وستون العدد سبعة وستون ولاحظوا أن الأحاد كتب فيها بدل العدد ستة العدد سبعة والعشرات بقيت كما هي الستة وستون أصبحت سبعة وستون السبعة في الأحد والستة في العشرة تقرأ العدد سبعة وستون ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد سبعة وستون؟ العدد ثمانية وستون سبعة وستون ثمانية وستون السبعة يأتي بعدها الثمانية إذن سبعة وستون ثمانية وستون ألاحظ أن الأحاد كتب فيها بدل من العدد 7 العدد 8 والعشرات بقيت كما هي الثمانية سوف تذهب إلى الأحاد والستة سوف تذهب إلى العشرات ويقرأ العدد 68 ما هو العدد الذي يأتي بعد العدد 68؟ ما هو العدد الذي يأتي بعد الثمانية؟ العدد 9 إذن يصبح 68 تسعة وستون ولاحظ أن الأحاد كتب فيها بدل من العدد 8 كتب العدد 9 والعشرات بقيت كما هي التسعة سوف تذهب إلى الأحاد والستة سوف تذهب إلى العشرات ويقرأ العدد 69 الآن أطفالي ما هو العدد الذي يأتي بعد التسعة وستون؟ ماذا يأتي بعد العدد التسعة؟ العدد عشرة إذن سوف يصبح الأحاد صفر والعشرات سوف تزداد واحد فتصبح بدلا من الستة سبعة إذن 69 سبعون ولاحظ أن الأحاد كتب فيها بدل العدد التسعة؟ كتب صفر لأن بعد التسعة يأتي العشرة وقد ازدادت العشرات بمقدار واحد فأصبحت بدلا من كتب فيها العدد ستة كتبت فيها العدد سبعة فأصبح العدد سبعون الصفر سوف تذهب إلى العدد وسوف تذهب السبعة إلى العشرات ويقرأ العدد سبعون الآن أكتب الأرقام أو الأعداد التي أخذتها على دفتري بخط مرتب جميل واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ثلاثة وستون سبعة وستون ثمانية وستون تسعة وستون سبعون إلى هنا أحباء الأطفال أكون قد أنهيت درسي معكم اليوم أريد أن تكتبهم أريد منكم أن تكتبوا الأعداد بخط مرتب وجميل على الدفتر إلى اللقاء